السلام عليكم احبائي طلاب الصف الثالث ان شاء الله اليوم رح نكمل مع بعض درس تحليل درس الذهب والتراب اليوم هو الثلاثاء التاريخ 23 ثلاثة 2021 ميلادي بداية يا امي سأبدأ بقراءة الدرس قراءة جهرية بصوت عالي تبعوا معي وبعدين نكمل تحليل وصلنا عند الفقرة الثانية نتبع مع المس الذهب والتراب يحكى ان اخوين ارادا ان يتقاسما ثروة ابيهما بعد وفاته فاختار الصغير الذهب واخذ الكبير الارض بعد مدة من الزمن جاء الاخ الصغير حزينة فقد انفق كل الذهب وقال لأخيه ما بقي معي من الذهب شيء اخرج الاخ الكبير كيسا وقال اترى هذا الذهب انه من تراب الارض في كل مرة ازرع ارضي واعتني بها احصل على المال فاشتري ما يلزم من ملابس وطعام واحتفظ بما يتبقى ندم الاخ الصغير لكن اخاه شجعه على العمل في الارض وقال له هيا نعمل ونكسب رزقنا الكريم من ارضنا الطيبة الان يا ثالث ما عنوان درسنا عنوان درسنا لهذا اليوم الذهب والتراب الحصة الماضية حللنا القواعد اللغوية والنحوية الموجودة بالسطرين الاول والثاني هاي هيك بنسميها فقرة اولى هيك ما بنسميها الفقرة الثانية بعدين هيك الفقرة الثالثة وهاي الفقرة الرابعة الان رح نبدأ بالفقرة الثانية بعد مدة من الزمن جاء الاخ الصغير هزينا بعد حكينا مبارح بعد هي عبارة عن ظرف زمان بسميها شو يعني ظرف زمان يعني بتدلني على الزمن ظرف زمان مدة لحظة ثالث تنتهي بماذا تاء مربوطة هاي تاء مربوطة منفصلة ليش انفصلت يا ثالث لانه الحرف اللي قبلها لا يقبل الاتصال بها صح عشان هيك انك كتبت منفصلة كمان انتهت بتنوين كسر مدة وفيها حرف مضعف او مشدد هو حرف الدال عليه شدة لما احكي لك استخرج حرف مضعف او مشدد بيكون يعني عليه شدة الان من هون شو بسميها من احسنتم حرف جر الزمني اسم مجرور دائما ورا حرف الجر بيجي اسم مجرور طب الاسم المجرور ما حركته الكسرة اذا اسم مجرور وعلامة جره الكسرة ايضا يا امي فيها همزة وصل هاي بنسميها وصل همزة وصل فيها لام شمسية لام شمسية همزة وصل وهي عبارة عن اسم مجرور طيب جاء جاء هل هي فعل ماضي ولا مضارع جاء فعل هل هي فعل ماضي ولا مضارع يعني عليكم فعل ماضي بنسميها فعل ماضي ما حركت الفعل الماضي يا ثالث فعل ماض مبني على الفتحة الظاهر على آخره الآن نكمل الاخ كلمة الاخ سبقت بفعل من الذي جاء من الذي قام بالفعل من هو اكيد الفاعل من هو الفاعل عندي هون الاخ من الذي جاء الاخ اذا الاخ هي عبارة عن فاعل فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة شايفين حكنا دائما الفاعل بنتهي يأما الضمة يأما تنوين ضم طيب كمان شو فيها يا ثالث فيها همزة وصل همزة وصل كمان اللام هون شو ناحا اللام شمسية ولا قمرية بالتأكيد قمرية لأنه عليها سكون الصغير جاء الاخ الصغير الصغير هي عبارة عن صفة طيب فيها لام شمسية ولا قمرية احسنتم لام شمسية لأنها لم تلفظ ما لفظت حكيت الصغير ايضا الحرف اللي ايجا وراها مشدد عليه شد عشان هيك اسمها شمسية حزينا كيف جاء الاخ الصغير سعيدا ام حزينا حزينا هاي بسميها حال بسميها يا ثالث حال لأني سألت عنه كيف كيف ايجا سعيد حزين كيف كانت حالته اذا حزينا هي عبارة عن حال حال طبعا ينتهي بتنوين الفتح تنوين الفتح كيف جاء الاخ الصغير حزينا فقد انفق انفق فعل ماض فعل ماض انفق الاخ الصغير كل الذهبي كل فيها حرف مشدد او مضعف لما نحكي نستخرج حرف مضعف يعني عليه شد يا ثالث الذهبي الذهبي فيها همزة وصل رح نرجع نشرحها فيها همزة وصل وفيها لام شمسية ولا قمرية شمسية احسنتم اذا هاي اللام بنسميها شمسية طبعا هي عبارة عن اسم عبارة عن اسم وقال لاخيه الواو هون بنسميها حرف عطف حرف عطف لما احكي جاء احمد وسعيد و هاي الواو اللي بتجمع بين اثنين بنسميها واو عطف هسا هون حكينا انفق كل الذهبي وقال انفق وقال اذا هاي الواو بنسميها حرف عطف قال هاي الواو فعل فعل ماض مبني على الفتحة احسنتم لاخيه يلا يا ابطال اللام هون لاخيه لاخيه اللام حرف جر حرف جر اخيه مقتتان رأسيتان ضروري تعرف ذلك يا ثالث ما بقي معي من الذهبي شيء ما بقي معي من الذهبي شيء اخرج اخرج فعل ماض احسنتم الاخ فاعل فاعل مرفوع علامة رفعه الضمة الكبير اخرج الاخ الكبير هاي بنسميها صفة صفة الاخ انه كبير طبعا هون يا امي هاي الهمزة بنسميها همزة قطع شو اسمها الهمزة التي تكتب وتلفظ همزة قطع الاخ نشوف شو فيها فيها همزة وصل فيها لام قمرية هاي اللام بنسميها لام قمرية اللي عليها سكون لام قمرية ها قمرية رح اكتب لك الكبير ايضا فيها لام قمرية ماذا اخرج الاخ الكبير كيسا طبعا فيه هنا هون تنوين فتح اخرج الاخ الكبير كيسا وقال الواهون حرف عطف قال فعل ماض يلا شو بنحط وراء قال يا ثالث لانه قال بحط مقطتان رأسيتان احسنتم قال فعل ماض مبن على الفتح اترى هذا الذهب هاي الجملة كلها بنسميها جملة استفهامية شو اسمها يا ثالث جملة استفهامية عندي استفهمت بالهمزة انا هون اترى هذا الذهب يعني هاي الهمزة افادت الاستفهام اترى هذا الذهب طبعا هذا هون شو هي يا ثالث اسم اشارة اخدتوهم اسماء الاشارة اسم اشارة القريب طيب يا ثالث كمان بدي انا بهكل شغلة فيه عندنا كلمات فيها بيكون الف تلفظ ولا تكتب الف تلفظ ولا تكتب مثل كلمة هذا فيها الف تلفظ ولا تكتب يعني انا لفظت فيها الف مثلا ها شايفين لازمهم فيه الف بس هاي الالف تلفظ ولا تكتب كمان فيه كلمة ثانية هي لكن هي هاي اجت قدامي لكن لكن لاحظ لاحظ يا امي حكيت لا لكن فيها الف تلفظ ولا تكتب هذول الكلمات ضروري تكون عارفهم واذا مر كمان كلمات رح نضيفهم الهم الان وان وصلنا هذا الذهب الذهب حكينا فيها همزة وصل لام شمسية وهي عبارة عن اسم جميحة هاي بنسميها جملة استفهامية انه من تراب الارضي انه طبعا هون في عندي ضمير متصل ضمير متصل في همزة قطع في حرف مشدد او مضاعف من تراب من حرف جر تراب اسم مجرور الارضي الارضي هي عبارة عن اسم حكي تلك دائما ال ال الشمسية او القمرية تبتصل بالاسم ايضا في عندنا هون اللام شو نوحة قمرية ال شمسية ولا قمرية قمرية طبعا النقطة دائما تكتب في نهاية الجملة اما الفاصلة تربط بين جملتين لهم علاقة ببعض والنقطة عند نهاية الجملة عند الاستفهام ضروري اكتب وراها اشارة استفهام ورا القول بكتب نقطتين رأسيتين هذول الاشياء ضروري نركز عليهم في حرف جر كل اسم مجرور مرة مرة انتهت بتنوين كسر تا مربوطة يا ثالث فيها حرف مضعف ازرع ازرع لاحظ يا امي فعل وانتهى بضمة شو بسميه بسميه فعل مضارع بتذكروهم الحروف اللي بيبدأ فيهم الفعل المضارع حكينا مجموعين بكلمة نأتي نون الف تا او يا يعني هون بلشت بالف مش دايما ببلش بيا ازرع ازرع الآن يا ثالث ازرع فعل المضارع مرفوع على مترفعه الضمة ارضي ارضي الالف هون هون الهمزة همزة قطع ارضي انا و حرف عطف اعتني اعتني الالف هون ايضا الهمزة قصدي همزة قطع اعتني هي عبارة عن فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضمة المقدرة على اخره دايما لما ينته بيا او الف مقصورة ما بقدر اكتب عليه ضمة عشان هيك بحكي مقدرة على اخره الضمة بها احصل واعتني بها الباق حرف جر والها ضمير متصل يا امي الها ضمير متصل احصل في محل في محل جر بحرف الجر بعدين بستكبر ورح تاخد اعرابهم اكثر الضمائر المتصلة الان هون قمرية في عندنا بدايتها همزة وصل فاشتري ايضا اشتري فعل مضارع لاحظوا كم فعل مضارع مر معنا فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم المقدرة على اخره اشتري ما يلزم يلزم كمان فعل مضارع مرفوع علامة رفعه الضم من حرف جر ملابس اسم مجرور طيب يا ثالث هل هي مفرد ام مثنى ام جمع احسنتم جمع ما نوع الجمع هون جمع تكسير لانه ما انتهب الف زي الجمع المؤنث السالم ولا ونون ويا ونون زي جمع المذكر السالم الوا هون هي عبارة عن حرف عطف طعام هي اسم ايضا الان بتكون تعرفوا انه التنوين ما بتخل غير على الاسماء يعني الفعل مستحيل يكون علي التنوين وال التعريف ال الشمسية او القمرية دايما بتلزق بالاسماء كمان يعني التنوين وال ال بدخل النشغر على الاسماء عشان هيك اذا بحكي لك طلع لي اسم من الفقرة هاي دور على الكلمة اللي فيها تنوين فيها ال هاي بتكون اسم لان لانها ما بتدخل على الفعل واحتفظ هي عبارة عن فعل مضارع مرفو علامة رفعه الضمة هاي الضمة الواو هون حرف عطف بما يتبقى بالذي يتبقى الان الفقرة الاخيرة يا ماما هاي رح تكون عليك تحليلها واجب واجب تحليلها يعني بدكت تحكي لي انه ندمة عبارة عن فعل شو نوعه ماضي مضارع بدكت تكون عارف الاخ فعل ولا مفعول به الصغير لكن حكيت لك ايش هي اخاه بدكت تركز اذا فيها ضمير متصل ولا ما فيها ضمير متصل شجع شو نوع الفعل على ايش هي من الحروف العملي في الارضي قال كمان الهاء هون بدكت تركز عليها هيا نعمل ونكسب طبعا هاي عبارة عن فعل مضارع عشان تكون عارف نعمل ونكسب فعل مضارع رزقنا انا هون ايش هي عبارة عن ضمير متصل ارضنا كمان ضمير متصل بيدل على للشخص بحكي رزقنا ارضنا الطيبة فيها حروف مشددة الان 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 بدكت تحكي لي ايش هي وارضي ايش هي يعني الكلمات الرئيسية بدكت تكون عارف الفعل الماضي والفعل المضارع حروف الجر والاسماء المجهورة والضمائر المتصلة ولكن حكيت لكم عنها هون فيها الف تلفظ ولا تكتب يا ثالث الان يا امي رح يكون عندك واجب على دوسية القواعد رح نفتح مع بعض على الاستخراج استخراج درس الذهب والتراب وصلنا بالدوسية الفهم والاستيعاب عند تدريب اثرائي الان قبل ما ندخل على حل الواجب هون رح احل انا وياكو التدريب الاثرائي يا امي لديك ثمرتان لكل كلمة اجمع كل كلمة في الثمرة المجاورة الان مطلوب من عندي مفرد بدي اجمعه يلا مشارك مشاركون احسنتم او بصير احكي مشاركين جمع مذكر سالم طب محارب محاربون او محاربين طيار طيار جمع جمع المؤنث السالم ينتهي بألف وت هاي الت بحول بشطبها وبزيد ألف وت هون مشارك بزيد واونون او ياونون رحلة دائما اذا بنتهي بتاع مربوطة على طول بدك تحول لا جمع مؤنث سالم رحلات بسمة بسمات ممرض لاحظ انه ممرض مش ممرضة لو ممرضة بحكي ممرضات لكن ممرض شو بتصير يا ثالث ممرضون لانه مذكر ممرض راغب راغبون او راغبين تقدر تجمحها اكثر من جمع بالمذكر السالم يا اما بتزيد واونون او ياونون نكمل ام امهات ما جمع كلمة ام امهات مسلمة مسلمات الان يا ثالث هاد بتحلوا على دوسيتك وبصوروا وتبعثوا تمرين الاسرائي نيجي هون نكتب التاريخ كم التاريخ يا ثالث حكينا ثلاث وعشرين ثلاث اليوم هو الثلاثة رح يكون عليك يا ثالث استخرج من درس الذهب والتراب ما يلي صح احنا استخرجنا بالفيديو كل اشي موجود بالدرس لام قمرية بدي ثنتين لام شمسية ثنتين همزة وصل ثنتين كلمة تنتهي بها كان معنى كلمات كثير تنتهي بها الها المتصلة مثل وفاته كلمات كثير بنا ثنتين تنوين فتح بدي ثنتين كلمة انتهت بتاء مربوطة منفصلة او متصلة كمان بدك تختار ثنتين تنوين كلمة انتهت بتاء مبسوطة تاء مبسوطة يعني تاء مفتوحة هيك بتكون مفتوحة فوقيها نقطتين همزة قطع مليان كلمات فيها همزة قطع كلمة انتهت بنون حرف نون بدي ثنتين كلمة مشددة كل الدرس في كلمات مشددة كثير تنوين ضم وكلمة سقط في كتابتها حرف الالف كيف يعني سقط في كتابتها مثل كلمة هذا او لكن لم تكتب فيها حرف الالف لكنها لفضت ماشي يا ماما اذا رح يكون عندك واجب تحليل الصفحة الموجودة عندي هون ماشي يا ثالث هاي رح تكون واجب عليكم يعطيكم العافية اشتركوا في القناة